اشتركوا في القناة خبار البراحة هذا اليكم من جديد هنا رجعت و جبت معي حواجي وشي كدوة وشي بارفانات داك الشي ناضي ولكن سمعت بالليد ديواني للقاد داكشي اللي يجيب فيت الفين درهم خلاص نخلص عليهم وهيلي هاتشي غاد يتقام علي بغسل الفندق دخلت نقلب باش نتأكد ولقيت باللي غير اخبار زائفة وما عندها حتى ناصب من الحقيقة خليك معايا تعرفها شوقع انا حسن بنزلا وهذه الكبسولة اللولة بالموسم بتاع الخبار البراحة على ايجو صور نهاية الأسبوع اللي داز بزاف ديال المواقع الالكترونية وصفحة مواقع التواصل الشي معي نشرات خبر ان الديوانة غاد يتشدد المراقبة على الاشياء الشخصية وعلى الهدايا في الدخول والخروج ديال المغربة من المطار وهاتشي تشمل حتى مغاربة العالم على اساس انه يلفت القيمة ديال الهدايا الفين درهم خاصة تخلص ويمكن تهز معاك غير باكية ديال القر وحدة ريحة ديال مية وخمسين ميلي لتر وماء طوالت وحدة بحجم ميتين وخمسين ميلي لتر هاتشي كامل غير اخبار زائفة واللي انفاته بشكل قاطع وزارة الاقتصاد والمالية حدرت بلاغ تتقول باللي ابدا ابدا تكون ادارة الجماريك والضرائب غير المباشرة قامت بتجديد الاجراءات ديال المراقبة على الهدايا والاغرات شخصية الخاصة بالمسافرين لمغاربة بما فيهم المغاربة المقابين بالخارج من يدخلوا التراب الوطني وزارت تأكدات في نفس البلاغ ان التدابير اللي كانت هي اللي بقية وما كان حتى يتغير وباللي اللي معني بتدريب وهو ما السلع اللي عندهم طابع تجاري اللي بغي يجيب معه شيكادو اللي يتقدش يحواج من بره ويرجع بيهم راه مكين بس غير هوي لكن سلعه كثيرا وجمارك شكوف انه يمكن تكون بغيهم الأغراض تجارية خصوصا إلا كان عدد كبير من نفس المنتوج راه ممكن يقول لك عشر رصيدي على هاتشي حيث ماشي للسعمال الشخصي ولكن رك بغي تبيع وتشري فيهم المهم هانا رجعت عاو تاني وهذه كانت أول كابسولة من خبار البراح في الموسم الثالث وكل أسبوع ستلقونا معاكم باش نتكلموا على الأخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة اللي تتباد ولا على شي بلاغ ولا شي قرار اللي يتخاد ونحاولو نبسطو شوية باش ما يوليش حتى هو مصدر من المصعدر دي الأخبار الزائفة تالاو